اشتركوا في القناة سنتحدث اليوم على وجع يعاني منه المجتمع الليبي بالكامل وجع مؤلم وشديد وخلف جروح حتترك ندبات يعني انا اعتقد ان اذا ما تلفي نشهر الموضوع هذا فحيبقى فيه الندوب كبيرة جدا ولذلك يجب اننا نحن نهتموا بيه ونعطوه حقا اللي هو موضوع الجنسية الليبية الجنسية الليبية وهالجدل الكبير اللي ساير وجنسية الليبية وعلاقتها بالرقم الوطني وهالناس اللي تضررت وهالناس اللي ما زلنا ما فصلناش في امرهم هل هم ليبيين ولا مش ليبيين ليبيين ياخذوا الرقم الوطني وعيشوا حياتهم الطبيعية ولا نحن معتبرين هم مش ليبيين والحقيقة ان المجتمع الليبي يعاني يعني من عنصرية انا متأسفة عليها جدا لان مش مفروض نحن نكونوا بهالشكل هذا خصوصا ونحن ارض شاسعة كبيرة وثروات كبيرة وعدد سكان قليل والناس اللي قاعدين الناس عو فيهم في جنسياتهم يعني هم اهلنا وناسنا وعايشين معانا عمرهم كله انا اتصور ان اللي حاصل ان القانون انصف هؤلاء انصف هالفئات هذي كلها ولكن مش قادرين يوصلوا الحقوقهم بسبب واحد ان ما فيش ادارة وقفت ونظمة الامور وطبقت صحيحها القانون وعطت كل واحد حقها الجنسية رتبها قانون صدار في نهاية الالفين وعشرة اللي هو القانون الجنسية الليبية اللي هو رقم اربع وعشرين لعام الفين وعشرة اللي هو بشأن احكام الجنسية الليبية يبقى احنا عندنا قانون رتب مواضيع الجنسية وعندنا اللائحة التنفيذية لها القانون بهاي ليش الدنيا حايسة في بعضها هيكي ومش عارفين احنا يش نديره مع الناس ولا الناس مساكين عارفين مصائرهم خلوني نشوف قانون الجنسية اللي بهذا اللي انا اعتقد انه هو انصف كل الاطراف وحنتناولوهم شريحة شريحة وعطاهم حقوقهم ومرتب لهم الجنسية الليبية ولكن زي ما قدت الادارة اللي تطبق فيها القانون ما زالت ما استوعبتش ان هي وظيفتها انها يتحتوي الجميع ونحن ما نكونوش بأطاردة يعني نهار اللي نطردو هالناس اللي هم مهالنا واصحابنا اللي مو عليهم نهار اللي تستقطبهم دول جوار اخرى متنوعة ويبقوا يشتغلوا ضد ليبيا اللي عاشوا فيها وولدوا فيها وما اكرمتهمش اعتقد انه يبقى الحق علينا خلوني نشوف القانون 24 لسنة 2010 اللي هو زي ما قلت لك مصدر في نهاية ال 2010 بشأن احكام الجنسية الليبية شنو عطا ومن انصف وهل هو قانون منصف ولا نحن ما زلنا محتاجين الى قوانين اخرى نبدأ انا باول ناس اللي هو قال انا هذو ما يعتبروا ليبيين اللي هي المادة رقم اثنين فيها القانون هذا المادة رقم اثنين قالت يعد ليبيا وفقا لأحكام هذا القانون كل شخص كان مقيم في ليبيا اقامة عادية في سبعة عشرة الف وتسعمية وواحد وخمسين وما كانتش عنده جنسية اخرى او رعاوية اجنبية وحطين شوية شروط خلوني نلقي الضوء على ما معنى يعني انه هو يكون موجود في ليبيا وبالتحديد في تاريخ سبعة عشرة الف وتسعمية وواحد وخمسين لان التاريخ هذا هو تاريخ وضع الدستور الليبي ووضع انشاء الكيان اللي اسمى دولة ليبيا فكل من كان فيها التاريخ خضى في الف وتسعمية وواحد وخمسين في سبعة عشرة مقيم اقامة عادية على الاراضي الليبية وما كانش يحمل اي جنسية اجنبية ولا يتبع دولة اجنبية فهو ليبيا استحق الجنسية الليبية طبعا حطين شوية شروط هما انه هو يكون مولود في ليبيا وبعدين حطين مجموعة اخرى اللي هي ممكن يكون ولد في خارج ليبيا ولكن باتة ولا امة وخلوني نركز على باتة ولا امة لان قال وكان احد ابويه قد ولد فيها يعني باختصار معنى كلمة ابويه يعني تعني ان ام ليبيا او ابوه ليبيا انا الكلام هذا مهم جدا لاني حنربط بشيء اخر بعدين شنو معنى ان يكون احد ابويه قد ولد يعني احنا جماحة القانون نهار اللي نقره في او في ثاني مادة من هالقانون ان احد ابويه يكون يا اما باتة مولود هنا ولا احد ابويه يعني مولود في ليبيا معنى احنا تفسيرنا لها ان روحها القانون 24 لعام 2010 لا تمنع المرأة الليبية انها هي تعطي جنسيتها لابنها لانه قال ان يكون الشخص هذا ولد في ليبيا ولا ممكن يكون حتى ولد خارج ليبيا ولكن احد ابويه ولد في ليبيا يعني اما مولوده في ليبيا يبقى مولود في ليبيا يستحق الجنسية الليبية بس بشرط هذا ايش اللي هو كان موجود في التاريخ بتاع تأسيس ليبيا اللي هو زي ما قلت الكم كان سبعة عشرة 1951 يبقى هذا روح القانون بشكل عام الناس اللي موجودين في ليبيا ولدوا في ليبيا من الف وتسعمية وواحد وخمسين هذوم الليبيين بحكم هالقانون باهي انا شفت واقعة اثرت فيها جدا اللي هي لما كانت في منظمة في ليبيا منظمة ناشئة اعتقد انها هي في طريقة انها هي تتحول الى حزب وانا انتمنى لهم التوفيق لان بامانة عجبني شغلهم المنظمة هذه اسمها منظمة الملتقى الوطني دعوني لحضور تجمع كبير كان في بنغازي كان اغلب المدعوين يعني او عدد كبير من المدعوين كانوا جايين من الجنوب الليبي وبالذات من المناطق بتاع الحقول النفطية كان فيه عدد كبير منه وفيه اغلبهم اللي جوا كانوا رجال طعينين في العمر يعني بالتأكيد هم مولودين قبل الواحد وخمسين يعني اغلبهم كانوا في السبعينات وفوق الستينات فجوا الناس هذومة وانا كانت مفاجأة ليا لاني اول مرة نشوف الحالة هذه ان الناس الكبار في السن هذومة لما خذوا المايكات وقعدوا يتكلموا حكوا واقعة غريبة جدا قالوا نحنا ولدنا في ليبيا هذي طبعا هم بعضهم مولود في الكفرة بعضهم يعني اغلبهم في المناطق اللي هي زي ما قلت لكم فيها الحقول النفطية واللي هي تخوم الصحراء قالوا نحنا اصلا ولدنا في ليبيا احنا عمرنا ما عرفنا ان فيه ارض لنا خطي ليبيا هذي الارض هذي نوعه على اجدادنا وابا انه يقولوا ان هذي ارض كم قالوا نحنا بعد ما صدر الرقم الوضع وقالوا يعني عمرنا كله في ليبيا وكنا نشتغل في اعمال في ليبيا وعندنا معاشاتنا لان اغلبهم زي ما قلت لكم كانوا طالعين على التقاعد وناس كبار في السن قالوا انتقاضوا في معاشاتنا من الدولة الليبية واذا بيها فجأة اقطعوا علينا المعاشات وقالوا لنا لا والله انتوا خلاص لان انتوا ما عندكمش ارقم وطنية انتوا ما تحملوش الجنسية الليبية وبالتالي معاش خذينا لمعاشات ووقفان علينا المعاشات ونحنا نجروا قاعدين نثبته نحنا ليبيين قالوا نحنا عمرنا ما عرفنا ارض غيرها الارض ونحنا مولودين في ليبيا وقت الاستقلال مولودين في ليبيا فكيف صار يعني بعدين بالاضافة الى هيك هما قالوا نقطة اخرى قالوا نحنا اولادنا كلها مقروف المعاهد النفطية طبعا باحتبار انها هي المنطقة كلها نفطية غادي والاعمال المتوفرة كلها فيها لها علاقة بالنفط فقالوا احنا اولادنا يشتغلوا كانوا في الابار النفطية فقالوا اللي حصل انه تم منحهم من دخول هالابار تم منحهم من المزولة اعمالهم ووظائفهم بحجة انه مفيش حد يدخل الا اللي يحمل رقم وطني اوكي الامن كويس وكل شي كويس لكن الرقم الوطني هذا والجنسية اللي بيه هذي هل انت رعيت مستلزماتها وشفت اوضحها الناس ولا انت بس جيت فجأة وقطعت عليهم مع عشاتهم ومناعتهم من اعمالهم يعني تخيلوا انتو الشعور اللي ولد هذا في اي انسان الشعور بالعدوانية بالتأكيد يعني انا هذو مهالي وهذي ارضي ويجوا الناس هكي فجأة يقولولي لا والله انت ما عندكش رقم وطني ما عندكش جنسية اللي بيه بهالنص اللي انا توه ذكرته النص اللي انا توه ذكرته بالحرف الواحد يقول انه يعد ليبيا معليش انا نكرره مرة اخرى هو ربما حيكون معروض على الشاشة يعد ليبيا كل شخص كان مقيم في ليبيا اقامة عادية في سبعة عشرة واحد وخمسين وما كانش عنده لا جنسية ولا رعاوية اجنبية بشرط انه هو يكون ولد في ليبيا باي هذوما الناس هذوما ولدوا في ليبيا في الواحد وخمسين كانوا مقيمين وولدوا على الاراضي الليبية لانه هلا مقيمين في ليبيا اصلا باي وانا زي ما قلت لكم حتى اللي ولد خارج ليبيا بشرط ان ابوه ولا اما ونركز على كلمة اما من جديد تكون قد ولدوا في ليبيا حتى هما يعدوا ليبيين وقالوا داروا فقرة اخرى في المادة هذه نفسها اللي هي المادة اثنين قالوا ممكن ان هو يكون حتى ولد خارج ليبيا يعني في سبعة عشرة واحد وخمسين وكان ولد خارج ليبيا ولكن جاء ليبيا واقام فيها اقامة مستمرة لمدة عشر سنوات قبل الواحد وخمسين حتى هذا يعتبر ليبي يبقى معناها الناس هذوما ليبيين ولا مش ليبيين بحكم الوجود هما ليبيين بحكم اللغة هما الليبيين اللي يتحدثوا بيها بحكم كل العادات اللي نحن نعرفوها هي هما ليبيين نص القانون يعطيهم الحق ان هما يكونوا ليبيين بايليش احنا حاجبين حقهم هذا عنهم يعني كل القصة في ان حقهم محجوب عنهم كلها تتعلق بالادارة وبسوء الادارة قد نجد انا العذر يعني خلال الفترة اللي فاتت طبعا انشغلنا في هالقصص الامنية وفي هالاضطرابات ومدرناش الاجراءات المزبوطة ولكن حاليا يعني نحن الحمد لله بدرجة معقولة الى حد ما وفيه مناطق استتب فيها الامن بشكل كبير جدا وفيه مناطق في طريقها انها هي تكون امنة يبقى على الاقل لابداء حسن النواية تجاهها لنهضوم اننا نبدو في المناطق الامنة في تنفيذ القانون هذا القانون هذا كيف ممكن يتنفذ هنتكلم عليه في الحلقة القادمة التقيكم على خير ترجمة نانسي قنقر